أعزائي المشاهدين في كل مكان مرحب بكم النهاردة في فيديو جديد معي عن توقعات الأبراج أنا مريم توقعات السبت الموافق 20 مايو 20 أيار 2023 بالنسبة لي كيوم السبت هيبقى يوم ممتع جدا ناجح بنسبة كبيرة جدا في حالة أنه عندك فكرة واضحة أو هدف لازم تحققه هتبتدي تظهر النهاردة فرصة جديدة فيها صدقات جديدة فيها أفكار فيها استشرافات واضحة جدا وجديدة عليك هتحصل النهاردة كتير من التفاصيل اللي هتبقى في حياتك طالما أنت ما كنتش بتخلي مزاجك السيء يسيطر عليك ويزعجك هيتعين عليك وعلى كل الأشخاص النهاردة أنهم يفكروا بعناية كبيرة ويقيموا أي حاجة جديدة في حياتهم بتظهر حتى لو كانت قدامك في فرصة أو اقتراح لازم تقيمه بشكل كويس النهاردة هتمر بيوم عاطفي جدا في تهيج واضح جدا في المشاعر مع نفاذ لصبرك في الكلمات وفي الأفعال اللي ممكن تبقى بتوجهها خاصة من أفراد أسرتك اللي مختلفين عندك كل الأشخاص النهاردة هيكونوا قلقين بالنسبة كبيرة يوم السبت هو اليوم اللي هتصوت فيه طاقة الزكورية فيه هتبقى بتحفزك إجراءات كتير متعلقة بالفلوس مع رجبة كبيرة جدا فيه تقدم حلو في قدراتك في قوتك كل الأشخاص اللي بيعرفوك هيبقوا مذهولين جدا بالثقة اللي عندك عشان تسعى أكتر وتعرف تحقق كل أهداف حياتك هيتمكنوا من أنهم يعتمدوا على النجاح في اليوم ده معاك يومك مناسب عشان تحسن من نفسك بشكل روحي وعقلي أكتر وحتى جسدي في الشغل هتبقى أنت في الاتجاه الصح في كل أعمالك التجارية والمهنية هينجح كل الأشخاص اللي عندهم نوع من أنواع المناصب القيادية في الشغل خاصة هيكون يومك مناسب لكل أنواع المشاريع الجديدة اللي هتبقى بتتعلق بالشغل يومك مناسب لكل التعلم وكل التقنيات اللي ممكن تستفاد منها وتستخدمها لمختلف الأبحاث هتستخدم اليوم ده عشان تقدم حتى لو بسيط في نموك الداخلي وتحسن بي مسرتك هيدخل المريخ برج الأسد في اليوم ده وهيبقى الحدي 10 يوليو هيلفت العمور ده جانبنا الفخور واللي فيه ثقب نفسنا وراحة رائعة جدا هنلاحق كل الحاجات اللي احنا حابين نلاحقها بشكل مباشر هنلاحق كل حاجة بشكل مباشر ووازق جدا من خلال الفترة دي هنكون حابين نحقق نتائج ديناميكية أكتر هنبقى بنفضل أننا ما نقلقش بشأن تفاصيل صغيرة وندور عن الطريق الصح والأكتر مباشر عشان نوصل لأهدفنا هتشجعنا الفترة دي بشكل طبيعي جدا لكل الحماسة والشجاعة اللي هتبقى متحمسة في شغفنا في الحياة هيزداد يوم عن يوم في حين العبور ده هيبقى فيه شوية توترات واضطرابات إلا أنه هنكون كاشف لنا حاجات كتيرة هنميل لأننا نلاقي الحاح في مواجهتنا لمقاومة عنيدة جدا هيكون فيه صراع للإرادة واضح جدا هنعرف ممكن يبقى عندك شعور بأن الظروف الخارجية هتبقى بتقود قوتك الشخصية أكتر هتعرف تتعامل مع كل الحاجات دي وهتعرف تتوصل بشكل كويس لغاية ما تبقى عندك حكمة واضحة جدا من مشاعر قوية